بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للخوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهي صديقة بنت الصديق أبي بكن الصديق رضي الله عنهما تقول رضي الله عنها حرصا منها على نيل المرتبة العليا بالنسبة للنساء هل على النساء قتال وجهاد لأنه المشرع صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ لمسلم أن يعمل عملا إلا وقد أجاذه صلى الله عليه وسلم فهي تسأله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد فأجابها رضي الله عليه الصلاة والسلام بقوله نعم ما أجابها بقوله لا ليس عليهن جهاد وإنما أجابها بنعم تطيبا لخاطرها ولترتاح للإجابة نعم عليهن جهاد ما نوع هذا الجهاد هل القتال بالسيوب والرماح وغيرها من آلات القتال أم ماذا قال عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى نعم عليهم جهاد لا قتال فيه ما هو الجهاد الذي لا قتال فيه الحج والعمر الحج جهاد لأنه خروج من البلد وسفر والحج جهاد لأنه بذل للنفقة والأموال في سبيل الله والحج جهاد لأن فيه إعزاز لكلمة الله والحج جهاد في جميع أموره لا قتال فيه لأنها لا تستطيع القتال لرقتها وخفتها وخوفها الشديد فهي لا تستطيع أن تضرب بالسيوب ولا بالفن بالبنادق ولا تضرب بالعصي وإنما عليهم جهاد لا قتال فيه ما نوع هذا الجهاد بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله الحج والعمرى فالحج جهاد في سبيل الله والإعلاء كلمة الله والعمرى والعمرى كذلك فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث بقوله نعم عليه النجحات لا قتال فيه الحج والعمرى الحج لا إشكال فيه أنه واجب لأنه ركن من أركان الإسلام وإنما الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأن بعدهم في العمرة أهي واجبة على المكي وغيره أم هي واجبة على غير المكي فقط أم هي ليست بواجبة على أحد ثلاثة أقوال للعلماء رحمه الله بعض العلماء يرى وجوبها على المكي وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في هذا الحديث فضلها ووجوبها فقال نعم عليه النجحات لا قتال فيه الحج والعمرى هذا قول مشهور لجماعة من العلماء بأن العمرة واجبة القول الآخر أن العمرة لا تدخل في الوجوب وإنما هي مستحبة فقط القول الثالث التفصيل والفرق بين المكي وغيره لأن غير المكي يحتاج إلى الجهاد يحتاج إلى العمرة يأتي معتمرا وأما المكي فالعمرة في حقه أهم شيء فيها الطواف والطواف متيسر للإنسان دائما وأبدا فالقول الآخر أن العمرة واجبة على غير المكي والمكي لا تجب عليه وسيأت الكلام على بقية الحديث إن شاء الله اقرأ درجة الحديث الحديث الصحيح قال المؤلف إسناده صحيح وأصله في الصحيح وأخرجه أحمد وابن ماجة والدار قطني عن محمد بن فضيل قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قال قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وصححه بن خزيمة وأخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد إلى آخر السند ثم أخرجه البخاري عن طريق آخر عن حبيب بن أبي عمرة وتابعه معاوية بن إسحاق عن عائشة بن طلحة ولمعاوية هذا إسناد آخر بلقظ آخر وأخرجه الطباراني في الأوسط فقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني إبراهيم بن الحجاج أنبأنا أبو عوان عن معاوية بن إسحاق عن عبادة بن رفاعة عن الحسين بن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف قال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات قال المنذري رواته ثقات مفردات الحديث على النساء جهاد بحذف الهمزة همزة الاستفهام الجهاد الجهاد مصدر جاهد جهادا أو مجاهدة إذا بالغ في قتال عدوه فهو لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله نعم حرف جواب يأتي لثلاثة معاني منها أنه إعلام للسائل في جواب الاستفهام وهو المراد هنا عليهن جهاد لا قتال فيه أطلق الجهاد الذي أرادت به قتال الكفار على الحج من باب المشاكلة وهو أن يذكر بلفظ غيره وهو أن يذكر بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وهو من أنواع البديع ما يؤخذ من الحديث أولا أن الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعا في حق النساء لمن هن عليه لما هن عليه غالبا من ضعف البدن ورقة القلب وعدم تحمل الأخطار ولا يمنع ذلك قيامهن بعلاج المرضى ومداوات الجرحى وإسقاط العطشة وإسقاء العطشة ونحو ذلك من الأعمال ثانيا أن الجهاد واجب في حق الرجال يمكن أن النساء يفزعنا ويساعدنا الرجال في علاج المرضى وفي سقي المرتأسرين من القتال وفي متابعة علاج الرجل والمرأة يتابع العلاج ولا تقاتل في السيف ولا في غيره لأنها لا تتحمل ذلك وإنما تخرج مع المسلمين لعلاج المرضى وسقاية الناس ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها نعم ثانيا أن الجهاد واجب في حق الرجال فهو فض كفاية إلا أنه يتعين في بعض الأحوال على كل قادر فرض الكفاية فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط العثم عن الباقين وإلا أثم كل من عالما بوجوبه ولم يخرج فيوخذ من هذا أن الجهاد فرض كفاية وفرض الكفاية يختلف عن فرض العين فرض العين يجب على كل قادر عليه هذا فرض على هذا وفرض على هذا وفرض على هذا وهكذا وفرض الكفاية فرض على من قام به إذا كفى الناس شر الأعداء إذا قاتل الأعداء كفى إثمه كفى تحمل الجهاد عن غيره وتركه البقية معسد اللين على ذلك بفعل هذا الفاعل فالفاعل للجهاد هو المأجور وغير الفاعل ليس مأجور ولا آثم أما إذا تركه الكل آثم كل مسلم ترك الجهاد وهو قادر عليه ثالثا تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع البعد عن الأوطان ومفارقة الأهل وبذل الأموال وأخطار السفر وإتعاب البدن رابعا فضل الحج والعمرة إذ جعل ثوابهما كثواب الجهاد في سبيل الله خامسا فضيلة عائشة رضي الله عنها لأن رغبتها في الخير والأعمال الصالحة جعلها تريد منافسة الرجال فيما خصص لهم من أعمال سادسا أن الله تبارك وتعالى لما خلق الصنفين من البشر هيئ كل صنف منهما وأعده للعمل الذي يناسبه ويتحمله لما في ذلك من المصالح العظيمة التي منها توزيع الأعمال بين خلقه لا يصح أن تقوم المرأة بأعمال الرجال كما لا يصح أن يقوم الرجال بأعمال النساء فلكل واحد منهم اختصاص فقسم الله جل وعلا الأعمال بينهم فالنساء عليهن تربية الأولاد وتعليمهم والعمل على مصلحتهم وتهيئتهم للعمل والرجال عليهم التعليم وكسب العيش والرزق الحلال والجهاد في سبيل الله وقتار الأعداء فلا يصح أن يقال إنهم سوا وإنما لكل واحد منهم اختصاص اختصه الله جل وعلا به فلا يليق بالرجل أن يبقى في البيت للنظافة وتهيئة الطعام ونحو ذلك كما لا يليق بالرجل أن يكلف بالحمل والولادة لأن هذا لم يهيأ له ولا يصلح له والرجل هو الذي يهيأ لكسب العيش ولقتال الأعداء وللتعليم وهكذا كل بحسب حاله سادسا أن الله تبارك وتعالى لما خلق الصنفين من البشر هيئ كل صنف منهما وأعده للعمل الذي يناسبه ويتحمله لما في ذلك من المصالح العظيمة التي منها توزيع الأعمال بين خلقه فكل منهم يقوم بجانب من الأعمال أن الصنف الواحد إذا تخصص بعمل من الأعمال وحده أجاده وأتقنه فجاء على المراد أن يكون كل صنف مطالب بما يخصه وما هيئ له من الأعمال في هذا التوزيع العادي ليكون عمار الكون وسير الأعمال ونجاحها سابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وجمال إجابته فهو لم ينفع عن عائشة تشوفها واشتياقها إلى فضيلة الجهاد في سبيل الله وإنما دلها على جهاد من نوع آخر يرضي طموحها ويطمئن قلبها ثامنا استدل بهذا الحديث الحنابلة وغيرهم على جواز صرف الزكاة للفقير الذي يريد أداء فريضة الحج لأنه داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله قال في الروض وحاشيته ويجزئ أن يعطى منها فقيرا الجهاد القتال والجهاد هو في سبيل الله فإذا خرج المرء في سبيل الله في الحج والعمر فيجوز أن يعطى من النفقته من الزكاة لأنها من سبيل الله هذا على القول الآخر بأن الزكاة إنما تصح في سبيل الله وسبيل الله مجاله واسع بخلاف ما إذا حصر موضوع سبيل الله فوخاص بالقتال في سبيل الله قال في الروض وحاشيته ويجزء أن يعطى منها فقيرا لحج فرض وعمرته لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة في سبيل الله ولما روى أبو داود أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اركبيها فإن الحج في سبيل الله تاسعا قال في الحاشية والحاصل أنه يجب للعمرة ما يجب للحج ويسن لها ما يسن له فهي كالحج في الإحرام والفرائض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمفسدات والإحصار وغير ذلك إلا أنها تخالفه في أنه في أنه ليس لها وقت معين ولا تفوت ولا تفوت ولا وقوف لها في عرفة ولا نزول لمزددفة وليس فيها رمي الجمار ولا الخطبة ولا الخطبة خلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية العمرة وأنها من شعائر الله تعالى ولكنهم اختلفوا في حكمها فأهل الحديث والإمامان الشافعي وأحمد يرون وجوبها مرة واحدة في العمر على المستطيع كالحج كما روية وجوبها عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم عمر وعلي وزيد وزيد بن ثابت وابن العباس وابن عمر وعائشة وطاوس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جغير ومجاهد وعطاء أما الإمامان أبو حنيفة ومالك وأتباعهما فيرون استحبابها فقط وقد روية ذلك عن ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على كل فهي مشروعة العمرة مشروعة ولا أحد يقول إنها ليست مشروعة وإنما هي مشروعة شرعا فهل هي واجبة أم لا عند الإمامين مالك وأبي حنيفة أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط وعند أبي الشافعي وأحمد هي واجبة على القادر عليها واجبة على القادر عليها لمن استطاع إلى ذلك سبيلا هذا قول والقول الآخر عندهم أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وهو اختيار بعض الحنابلة كشيخ الإسلام التيمية وغيرها وقال شيخ الإسلام في الاختيارات والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة ولهذا كان صح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة وفي غيرهم روايتان وقد ذكر هذه الرواية في المغني فقال وليس على أهل مكة عمرة النص عليه أحمد وقال كان ابن عباس لا يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت وجه ذلك أن ركن العمرة ومظهرها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم انتهى فأما دليل الموجبين مطلقا فمثل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله والأمر يقتضي الوجوب وقد قرنها بالحج والأصل التساوح هذا دليل على وجوب العمرة وأتم الحج والعمرة لله والصحيح أن هذا ليس بدليل على وجوب العمرة وإنما هو على وجوب إتمامها إذا دخلت في العمرة فيجب عليك أن تتم أما ما دمت لم تدخل فلا يظهر وجوب العمرة بهذا الدليل والأمر يقتضي الوجوب وقد قرنها بالحج والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه ولم الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائل حج عن أبيك واعتمر وبما أخرجه الدار قطني عن زيد بن ثابت بلفظ الحج والعمرة فريضتان وأما القائلون بعدم وجوبها فيقولون إن الأصل البراءة من الوجوب لا ولا ينتقل عنها إلا بدليل ثابت فأما الآية فلفظ الأمر بالإتمام يشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله والحديث الصحيح بني الإسلام على خمس اقتصر على الحج والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت قلت وقد ورد تحاديث ضعيفة تهيد عدم وجوب العمرة مثل يا رسول الله أخبرني عن العمرة واجبة هي فقال لا وأنت اعتمر خير لك رواه أحمد وحديث الحج جهاد والعمرة تطوع رواه بن ماجق قال الحافظ بن حجر ولا يصح من ذلك شيء قال في سبل السلام والأدلة لا تنهض عند التحقيق في الإيجاب الذي الأصل عدمه قلت والذي يترجح عدم الوجوب لا سيما للمكيين ولكن الأفضل والأحوط هو الاتيان بها وهو أمر سهل وميسر ولله الحمد والمنة يختار المؤلف رحمه الله عدم الوجوب إلا أنه يحسن بالمر أن يؤدي العمر يقول السائل ما حكم بعض المزكين يخرج من إبله الزكاة فإذا عرضت للبيع في السوق رغب في شرائها هل له ذلك أما ما دامت العين من الإبل أو البقر أو الغنم معروضة للبيع عند من أعطيها زكاة فلا يحسن بصاحبها أن يشتريها أما إذا انتقلت منه إلى غيره فيجوز أن يشتريها يقول السائل يعمل في محاسب يعمل محاسبا في في سوبرماركت في أوروبا مع العلم أن فيها بيع الخمور وغيرها لأنه ملزم أن يبيعها مع العلم أنه لا يتعطاها لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر وإن كانت ليست له فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمر عشرة منهم البائع ومنهم المشتري ومنهم الحامل ومنهم المحمولة إليه ومنهم آكل ثمنها وهكذا فهو يدخل في اللعن والعياذ بالله واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله فلا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر يقول السائل ما حكم الجماع في قضاء رمضان هل فيه كفارة الجماع في قضاء رمضان حرام لأنه واجب على المر أن يصو ما دام دخل في حكم القضاء إلا أنه لا كفارة عليه في ذلك فالكفارة إذا جامع في نهار رمضان أما إذا جامع في فترة القضاء فيحرم عليه ذلك ويفطر بهذا ولا كفارة عليه في ذلك فمثلا إذا كان صائم الرمضان وجامع في النهار في نهار رمضان وجب عليه الكفارة والتوبة والإنابة وقضاء ذلك اليوم أما إذا كان يقضي رمضان في شوال أو في غير من الأشهر فلا يجب عليه في الجماع كفارة لأن الكفارة لحرمة أيام رمضان فقط يقول السائر رجل مات مقتولا وترك ورثه بنين وبنات وزوجتين إحداهما لا ولد لها فاستحوذ الأولاد مع أمهم على التاركة وحرموا زوجة أبيهم بحجة أن أباهم مقتول وأصبحوا يعبثون بالميراث ويصرفونه على أنفسهم وزوجة أبيهم تطالب بحقها وهم يمنعونها وأنكروا أن لها ورث ما حكم فعلهم يجب على الأولاد أن يعطوا زوجة أبيهم نصف ثمنها ثمن الزوجة فالزوجتان لهما الثمن والنصف للزوجة سواء كانت لها أولاد أو لم يكن لأن التاركة تقسم على الأشخاص بصرف النظر عن كون إحدى الزوجتين لها أولاد والأخرى ليس لها أولاد أو كونه مقتولا أو كونه ميتا حتى فأم ميتا بسبب من الأسباب لا ليس لهذا تأثير في الميراد بل يجب أن يعطوها نصيبها وإذا أكلوه وهم آثمون ويزدعونه في الدار الآخرة من الحسنات أو تحمل السيئات يقول السائر رجل يقوم بجمع ما تبقى من التمر في الحرم ويبيعه فهل فعله صحيح إذا كان يجمعه ليبيعه فلا بأس عليه لأنه متصدق عليه بهذا التمر لكن لا يجود له أن يأخذه عن الآخرين بل يجب عليها أن يبذله ويأخذه الآخرون فيكونون منه وما بقي منه بغير آكل فلأحدهم أن يأخذه ويبيعه يقول السائر هل من دخل للطواف فقط له الخروج منه بدون إتمامه أو يجب الإتمام كالدخول في العمرة من دخل من دخل بالطواف فلا يخلو إن كان طواف هذا واجب كطواف الحج والعمرة فيجب عليه إتمامه أما إذا لم يكن واجبا فله أن يخرج منه قبل إتمامه كأن يكون مثلا دخل في طواف تطوع فوجد المسألة فيها زحام شديد ولا يستطع تحمله فلا بأس عليها أن يخرج إن بدى له عمل أو تذكر صاحبا يريده فرآه فله أن يخرج من أجله ولا بأس ما لم يكن واجبا عليه الاستمرار وإنما يجب الاستمرار في إتمام الحج والعمرة الواجبين يقول السائل ما حكم حلاقة شعر الرأس بغير التساوي لا بأس بذلك ما لم يكن من التمثيل أو عمل غير المسلمين أو نحو ذلك وأما إذا كان من أعمال المسلمين ولا تمثيل فيه فلا بأس بذلك يقول حلفت بالطلاق على زوجتي هل هذا يعتبر طلاق أقول لا أتكلم في الطلاق في الدرس وإنما على من حلف أو طلق أو كذا أن يراجع القاضي ينظر في أمره يقول السائل فرض الكفاية إذا قام به البعض لكنهم لم يكفوا بحيث احتج إلى آخرين كقتال الكفاية فهل يسقط الإثم عن الباقين يأثم يأثم كل من علم بذلك ولم يقوم به إن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فرأس سقط الحكم والعقوب والتكليف عن الباقين مثلا إذا كان جناد في البيت فأتاها من يقوم بها من إخوانهم المسلمون يكفون ذلك ولا إثم على من تركها إذا كانت المسألة قتال الأعداء والأعداء كثرة فلا يسوق للمسلم أن يترك ذلك لأنه حينئذ يتعين عليه أن يقاتل أعداء الإسلام يقول السائر رجل مات عن أموال طائلة وترك للورثة إلا أنهم لم تقسم تركتهم حتى نفذت هذه الأموال بسبب الحبوب والقحض فماذا على ورثته المتساهلين في قسمة التركة ما يجوز للورثة أن يتساهلوا في الأموال التي ورثوها عن صاحبها بل عليهم أن يمنعوها ويحفظوها ويؤدوها لأصحابها ثم إذا تساهل المرء في حقه فله ذلك مع أن هذا يعتبر من التفريط أما أن يتساهل في مال الغير واستحقاق الغير فلا يجوز هذا وأرجو الله جل وعلا نمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين